اشتركوا في القناة واسم السلسلة مأخوذ من نص في الكتاب المقدس اسمه العلم ينفخ النهاردة مع الرد الجديد على وحيد وحيد كذب كذبة تعالوا نسمعها ونعلق عليه لبالك امتأ في ليلة الجن وهنا عندي رابط خطير جدا حسيبك سؤال للأحباء طيب معجم التبران الكبير كتاب في مطون الحديث مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح شروح الحديث كتاب في شروح الحديث لعالي القاري الهروي المكي وفي نص بالرأي لأحاديث الهداية كتاب في علوم الحديث لجمال الدين الزيلعي وعبد الله الراوي عبد الله بن مسعود هو راوي هذا الحديث حدث به بن حجر العسقلاني في تخريج مشكات المصابيح الدرجة حسن طبعا بن حجر العسقلاني ده ملقف في الإسلام يعني بأمير الحديث والرجل حسن الحديث محدث أحمد شاكر في مسند أحمد خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح المحدث بدر الدين العيني في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري خلاصة حكم المحدث روى هذا الحديث أربعة عشر رجلا عن ابن مسعود كما رواه أبو زيد أحدها بسند صحيح وآخران بسند لا بأس به إيه الحديث بقى أن النبي قال له ليلة الجن قال لي بن مسعود ما في إدواتك في الدواء اللي معاك يعني الجزازة أو الوعاء اللي معاك قال نبي ذن قال تمرة طيبة وماء طهور وبعدين فتوضأ به مين اللي توضأ الرسول بإيه بالنبيذ النبيذ مش فيه نسبة التخمر نعم توضأ الرسول بالخمر طيب الماء الطهور ده يتوضأ به وما ينفع إذا هو طهور ممكن يتشرب إيه المشكلة بالضبط كده يعني مجرد سؤال للتفريق بس بين ماء طهور بس فيه فيه حتة هنا يمكن بعيدة عن المشاهد شويان هحطها كسؤال وليس لتقرير شيء معين سحر الأسود مش السحر اللي هم الدجالين اللي بيعني يفتعلوا بعض الأشياء عشان يقولوا إحنا سحر نعم سحر الأسود عشان يحضر جان ويحضر تابعة بيقوم بأشياء معينة مثلا يضع أقدامه على خبز يتوضأ بلبن علشان الجن يزهر له الآن أنا بسأل طب رسول الإسلام في ليلة الجن كيف يتوضأ بالخمر بالنبيذ ما هي دي ثمرة طيبة أنت اللي بتقول ثمرة طيبة يعني دي بركة الثمرات دي بركة ونعمة من الله فكونك تأخذ البركة والنعمة الفرق بينك وبين السحراء السحراء يفعلون هذا الأمر يتوضأون باللبن يضعون أقدامهم على الخبز كأنه بيعلن أنه يرفض الله وبركاته يلا تعالى بقى أنت دي أعمال سحرة التي قام بها الرسول كونها هذا الأمر يحدث في ليلة الجن على المسلم أن يسأل لماذا لم يفعل هذا الأمر إلا في ليلة الجن السؤال هل يجوز للمسلم أنه يتوضأ بالنبيذ اللي فيه نسبة خمر ولا بتقولوله ده حرام أنا لا أعرف وحيد جاب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبيذ وقال عنه أنه هو ثمرة طيبة وقال أن ده فعل السحرة ده الدليل وبنى عليه نتيجة أن اللي يفعل الفعل ده يبقى ساحر فأحنا هنرد على دليل وحيد وحيد أتى بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من مسند الإمام أحمد ومشكاة المصابيح وغيرها من الكتب في قاعدة مهمة جدا الحديث في الكتب دي كتب السنة مضاره على أبو زيد أبو زيد هذا مجهول وضعفه جمهور العلماء وبحسب الكتب اللي جابها وحيد احنا هنثبت أنه هو بيكذب على المشاهدين بالدليل والبرهان أول شيء نفتح تخريج أحاديث المشكاة كما أمامكم على الشاشة الحديث ضعيف وعلته أبو زيد أنه هو مجهول وأمامكم الهامش مش بس كده ده كذب كذبة تفقده مصداقيته عند مشاهديه ومتابعيه من البسطاء المسيحيين قال وهي أنه قال أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله صحح الحديث المفاجأة كما أمامكم الحديث ضعفه العلامة أحمد شاكر مش بس كده الشيخ شعيب الأرنقوت عليه رحمة الله أيضا ضعفه في تعليقه على مسند الإمام أحمد وبين عيلة الحديث فالحديث سواء كان موجود في كتاب أو كتابين أو عشرة أو خمسين من كتب السنة والحديث ضعيف فهو ضعيف ودي قاعدة مشهورة عند علماء المسلمين مش بس كده لا ده أنا هجيب لك أخوك وشريكك في الجريمة في قناة الحياة اللي انطرد منها رشيد وهو بيرد في النقطة دي تكرار نفس الحديث لا يجعله صحيحا ممكن تكرره من كده مصدر هذا لا يهمني هو نفس الحديث المفاجأة كمان إن الفرية دي رد عليها سيدنا عبد الله بن مسعود نفسه بتقول إيه نعم سيدنا عبد الله بن مسعود نفسه رد على هذه الفرية اتسأل كما في صحيح مسلم هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لم أكن معه شوف بتحط نفسك في مواقف بيخ مش بس كده ده ما زال في جعبتنا الكثير في الرد التهمة المعلبة اللي جابها وحيد إن بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر هذه تهمة معلبة ما تستطعش لنت ولا أهل الأرض جميعا يثبتوها على النبي عليه الصلاة والسلام لأن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يختلف تماما عما يأتي به السحرة والكهات ومشرك القريش نفسهم كانوا مقررين لهذا الأمر بل لما ادعوا هذه الدعوة قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فدي تهمة مرضود عليها في القرآن الكريم وعلشان نزيد من يقين المستمع والمشاهد الكريم المرجع ده كتاب ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي للدكتور سلطان العميري حفظه الله خمس معايير وخمس فروقات كفروق بين النبي الصادق أو الرسول الصادق من عند الرب تبارك وتعالى وبين السحر الكذاب تقدر توقف الفيديو وتقرأهم براحتك مش بس كده لا ده كان الشق في الرد إنما خد عندك هسمعك الآن الأنبة بشوي الأنبة بشوي سكرتير المجمع المقدس اسمعوا كده بيقولي اعتراف جميل جدا اسمع صاحب يقولي إنه بهم بدي بديوه سحر لا السحر عندنا أكثر بصياحة كده بصياحة عندنا رهضان بيشتغل فالسحر وعندنا أمام سوى وقصوص بيشتغل فالسحر وعندنا يعقوب الخزانة كانت اشتغل تلمسة المتخصصين في السحر والحكاية يعني ضربة خال واحد بيقول ما رأي قدسك في اسيس اسمه كذا في مدينة كذا مش هقولي الاسامة بيشتغل في الاعمال والسحر ونصب علينا ومزعل نيافة الامبا برام سيدنا امبا برام الورقة هاي خدها عندك عشان في يوم الايام تشتكيه تشتكيه ويتوقف عند حده فاللي بيستعمل السحر عندكنتو مش عندنا احنا وعندوكو ناس كتير بتستعمل السحر وبيعملوا مشاكل في الكنيسة عندو مش عندنا احنا ده اعتراف الامبا بشوي وحيد عرض نقطة اخرى مين اللي توضى الرسول بايه بالنبيذ النبيذ مش فيه نسبة التخمر نعم توضى الرسول بالخمر النبي صلى الله عليه وسلم توضى بالنبيذ والنبيذ ده مسكر وده هو الخطأ بعينه الخلط في التعريفات تعالوا نفتح لسان العرب لمنظور رحمه الله بيقول النبيذ ما ينتبذ كل ما ينتبذ من عصير ونحوه النبيذ منه المسكر وغير المسكر في نفس الصفحة بيقول وهو ما لم يسكر حلال فاذا اسكر حار ما سألنا وحيد سؤال وقال ما يعرفش الاجابة هل يجوز للمسلم ان يتوضى بالنبيذ هل يجوز للمسلم ان يتوضى بالنبيذ الجواب من صحيح الامام البخاري تبويب الامام البخاري اللي العلماء رحمهم الله قالوا لقد فقها البخاري في تراجمه بواب الامام البخاري في صحيحه باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وجاب حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كل شراب اسكر فهو حرار فالقضية منتهية والحمد لله دين دين متين دين قوي دين فيه ادلة صحيحة بيضاء نقية ناصعة ولله الحمد مزاي الاديان التانية الهشة اللي لو لا الكذب لم تنتشر وما ذلت اكرر اللي بينصر المسيح بالكذب ده ايه وحيد لانه نحن لا نخدم المسيح بالكذب ومسيحنا يعني اللي بيخدم المسيح بالكذب هذا مسيحي بائس ماشي يا بائس هذا ما اعلم والله اعلى واعلم ونسبة العلم اليه يا اسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس واذا عجبك الفيديو اعمل لايك ما عجبكش اعمل دسلايك ما فيش مشكلة والسلام عليكم ورحمة الله الى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة